بسم الله الرحمن الرحيم في الحلقة الماضية بدأنا نتكلم عن الجديد من الإعجاز في السنن القرآنية في السنن التي نقف عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى وكلمة السنن تعني القوانين الكلية التي يتحدث عنها كتاب الله عز وجل والتي يبين الله سبحانه وتعالى لنا أنه يأخذ بها عباده في مختلف العصور وفي مختلف الأزمنة والأمكنة هذه القوانين التي يخبرنا الله عز وجل عنها ويبين أنه قد ألزم ذاته العلية باري عز وجل أن يأخذ عباده بها في سائر العصور هي التي نعنيه بكلمة السنن أو بكلمة القوانين الكلية قلنا لن نتحدث عن هذه السنن الاجتماعية والكونية التي يتحدث عنها بيان الله والتي ذكرها العلماء والتي قتلت بحثا ربما وإنما سنقف في لقطات عند بعض هذه السنن المتعلقة بعصرنا هذا والتي يقتضينا الجديد من وقاع هذا الكون من وقاع هذا العصر الذي نعيش فيه أن نقف عندها بالحديث نعم كنت أحدثكم عن سنة من سنن الله عز وجل ذكرها الله عز وجل مرارا وبأساليب الشتى مضمون هذه السنة أن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية أن يبقي لهذه الأمة وحدتها عزتها قوتها غناها معارفها وعلومها ما دامت وفية بعهد الله عز وجل وما دامت مستمرة في التمسك بهديه فإذا ما خانت العهد وإذا ما أعرضت عن القيم والمبدأ وإذا ما تبرمت بهذا الذي كان سبب وحدتها عزتها تضامنها فإن الله عز وجل إنجاز التعمير قضى بأن يكون في حل عن حراسة هذه الأمة ورعاية مكانتها بل إن الله عز وجل يعلن أنه يستبدل بنا عندئذ أناسا آخرين هذا الكلام مكرر في كتاب الله في مثل قوله سبحانه وإن تتولوا إن تعرضوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم مكرر في مثل قوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ على المؤمنين أعزة على الكافرين في مثل قوله تعالى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُوا الْأَعْلَوْنُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ في مثل قوله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم هذا الكلام مكرر في مثل قول الله سبحانه وتعالى فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ أَيْ أَنْتُمْ يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُلْتَزِمُونَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ لكن ما القانون في هذا قال ذلك لمن خاف مقامه وخاف وعيد هذه السنة قلت نقرأها في الكتاب نظريا نقرأها في الكتاب كلمات مرسومة قد تكون من حيث يعني الاحتمال صحيحة وقد لا تكون لكن ننظر إلى واقع المجتمع الإنساني فنجد مصداق هذا الكلام طردا وعكسا عندما كانت هذه الأمة وفية بعهد الله صادقة في الالتزام بدينه على مستوى القادة والشعوب كان الله وفيا أيضا بعهده معه جمع شملها وكانت مثال الشتات أعزها من حيث لا تحتسب وكانت مضرب المثل في المهانة والذر متعها بقوة من حيث لا تحتسب وكان مضرب المثل في الضعف متعها بالعلوم والمعارف ومقومات الحضارة وكانت مضرب المثل في التخلف وفى الله عز وجل بعهده تجاهها فلما آل أمر هذه الأمة إلى أن تبرمت الكثرة الكاثرة طبعا لا أقول الكل بهذا المبدأ الذي شرفه الله به لما بدأ لعابها يسيل على الحداثة التي تتألق في الغرب وفي أقصى الشرق وهنا وهناك لما بدأ الدعوات تنتشر وتعلو أصواتها وهنا وهناك دعوة إلى التطوير إلى التغيير إلى التبديل نعم ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذه المزايا التي متع الله عز وجل بهذه المبدأة الأخرى تتراجع تراجعت الوحدة إلى التفرق والشتات تراجعت القوة إلى الضعف تراجعت العزة إلى الذل والمهانة تراجعت غنى إلى الفقر وكل هذا شيء ملاحظ إذن هذه السنة هي سنة ربانية تنزلت من علياء الربوبية أم هي كلام صاغه بشر من الناس كلكم يعلموا الجواب بشر من الناس لا يستطيع أن يتبين المجتمعات الآتية بعد جيل وعشرة أجيال وخمسة عشر جيل وعشرين جيل كيف ستكون الأمور نعم هذا ما ذكرناه في الحلقة الماضية ما الشيء الذي ينبغي أن نضيفه هنا الشيء الذي أريد أن أضيفه جواب عن إشكال عندما نذكر هذا الكلام أيها الإخوة في مناسبات في لقاءات في محاضرات أجد من يقوم فيقول حسنا هذا ما نستحقه نحن لأننا أعرضنا ولأننا تراجعنا عن التزاماتنا ولأن الانحراف تسرب إلى صفوفنا كل هذا الكلام صحيح لكننا لا نزال ولله الحمد مسلمين ولو بالانتماء ولا يزال فينا ملتزمون ولو كانوا قلة ولا تزال شعائر الدين متألقة في مجتمعاتنا فالمساجد عامرة وأصوات الأذان مرتفعة إلى آخر ما هنا في حين أن هؤلاء الذين استبدلهم الله بنا ليسوا من الإسلام في شيء لا علاقة لهم بالدين كفر فجر تائهون عن صراط الله عز وجل أليس الأولى على كل الأحوال أن نكون أقرب منهم إلى الله ومن ثم أن تكون حضوتنا مقدمة على حضوتهم وأن نكون نحن المتغلبين عليهم نظرا إلى أن نأقرب إلى الله منهم هذا الإشكال يتطارحه كثير من الناس ما الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات أرجو أن ننتبه جيدا وأن ندرك مليا ما سنقول السبب في استشكال هؤلاء الإخوة لهذا الإشكال وطرحهم بهذا السؤال أنهم عن سنن الله التي أثبتت في قرآنه معرضون هناك سنة إلى جانب هذه السنة التي شرحتها لكم لو تنبهنا إليها لازال هذا الإشكال المهم أن علينا أن نقف على القوانين الكلية التي يعلنها الله عز وجل في قرآنه ويبين أنه سيأخذ عباده بها إلى قيام الساعة ينبغي أن ندرسها هي التي تضمن لنا حل كل المشكلات ما هي السنة الثانية التي ينبغي أن نعرفها إلى جانب السنة التي شرحتها الآن وفي الأسبوع الماضي هي قول الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا تقفوا أمام هذا الكلام ما معنى يقول الله عز وجل لقد قررت أن آخذ الناس في كل العصور بالقانون التالي ما من أناس يبذلون جهدا في هذه الدنيا من أجل غاية ما يطمحون إليها يبذلون عرقا يتعبون أنفسهم في سبيل غاية إلا وألزم نفسي بأن أوصلهم إلى غايته وكل من قعد عن سلوك السبل والأسباب إلى غايته وأخذ يشترها أمنيات هكذا وهو ساكن كسول جالس قررت أن لا أوصله إلى غايته هذا معنى قوله تعالى كل نمد هؤلاء المؤمنين وهؤلاء غير المؤمنين من عطاء ربك وعطاء الله المراد به هنا الوصول إلى النتائج التي يسلك الناس سبولهم إليها وهذا من مظاهر عدالة الله في عباده في دار الدنيا إذن لاحظوا المعنى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا تعالوا إلى هذه السنة الربانية بعد أن فهمناها نحاول ننظر إلى واقعها المعاش إنجاز التعبير في المجتمعات كلها اليوم وبالأمس هؤلاء الغربيون الذين فعلا يتمتعون بالتقدم الحضاري والتقني والغنى بل للوحدة أيضا هؤلاء لماذا متعهم الله بهذا على الرغم من أنهم غير مؤمنين غير ملتزمين وإن كنا نحن ملتزامنا عشرين بالمئة لكنهم غير ملتزمين نهائيا لماذا لأنهم بذل جهودا كثيرة في أصور وقرون قديمة جدا بذلوا جهودا مضنية في سبيل العلوم في سبيل المعارف في سبيل رسم قوانين وأنظمة من أيام الإمبراطورية الرومانية القديمة وإلى هذا اليوم بذلوا العرق وأتعبوا أنفسهم وإلى اليوم يبذلون الجهود المضنية المختلفة في سبيل دنياهم في سبيل معايشهم في سبيل الأهداف أي أن كانت الدنيوية التي يطمحون إليها ألزم الله ذاته العليا في هذه الآية بأن يوصلهم إلى غايته كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا نعود إلى المجتمع العربي إلى الأم العربي قبل أن يكرمها الله بالإسلام أي جهد بذلت في سبيل الانعتاق من التخلف أي جهد بذلت في سبيل الوصول إلى ثقافة إلى علوم إلى معارف أي جهد بذلت في سبيل غنى تمتلكه في سبيل حضارة تنشئها وتبنيها أي جهد بذلت الجواب معروف أشتاة العرب هؤلاء كانوا قابعين في أودية تخلفهم قانعين بحالتهم التي هم عليها هي رحلة شتاء وصيف كانوا يعيشون على هذا الأساس ثم إنهم كانوا يعيشون من الحضارة الإنسانية على الهامش هكذا كان واقعه إذن لم يبذلوا جهدا من أجل أي غاية لاحظوا أيها الأخوة ما أقول هذا بيان الله ليس بيان إنسان أبدا ثم إن الإسلام جاءه وأشرق فيما بينهم نوره وبعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فتناقشوا وتحاوروا وكانوا بين مؤمن ومخالف ومستكبر ثم إن هذه الهداية انتشرت في قلوبهم وعمل إسلام أفئدتهم واعتنقوا الإسلام وأخلصوا له ما الذي حصل الإسلام هو الذي انتشلهم رأسا من قاع التخلف إلى صعيد التقدم أكذلك أم لا هذا ما حصل رأسا من أودية تخلفهم انتقلوا وصعدوا بتصعيد الإسلام لهم إلى صعيد التقدم خلال عشرين عاما كسفت حضارة الإسلام في وجودهم الحضارات الأخرى خلال عشرين عاما تفجرت القوة في كيانهم خلال عشرين عاما اتعدوا بعد أن كانوا مضرب المثل في الشتات والخصام والحروب نعم كل هذا تمأ رأسا لم يبذلوا عرق لم يبذلوا جهدا بشكل من الأشكال من الإسلام تفجرت دوافع معارفهم من الإسلام تفجرت دوافع توجهاتهم الحضارية من الإسلام نبعت قوتهم من الإسلام تحققت وحدتهم هذا واقع هذا واقع كل من يدرس التاريخ يعرفه طيب فإذا جاءوا جاءوا وراث ذلك العز الإسلامي اليوم وأعلنوا عن تبرمهم بالإسلام وأعلنوا عن اجتوائهم له ووقفوا منه موقف الجماعة التي تطاول عهدها على مائدي عليها الطعام وكأن هذا الطعام أصبح عفنا آسنا تفوح رائحته كيف يتبرمون بهذا الطعام وكيف يضيقون ذرعا به وكيف يلتفتون يمينا وشمالا بحثا عن غيره أصبح واقع المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم من الإسلام كواقع جماعة نعم تحلقت حول مائدي الطعام شأن ووصف هذا الطعام بهذا الشكل أليس كذلك هذا هو الغالب نعم إذن هذه الأمة بدأت تمل بدأت تجتوي تتبرم من هذا الإسلام ينبغي أن تلجأ إلى الحدافة ينبغي أن تلجأ إلى أنظمة جديدة نعم أخذ اللعاب يسيل على ما عند الآخرين في هذه الحالة سنة رب العالمين ماذا تقول تقول حسنا الذي أعزكم هو هذا الإسلام الذي قواكم هذا الإسلام الذي وحدكم هذا الإسلام تريدون أن تستبدلوا به هاتوا يستجر البيان الإلهي وهذا البصاط الذي رفع شأنهم من تحت أقدامهم ما الذي سيحصل لا بد أن يهبطوا ليعودوا إلى ما كانوا عليه ما الذي كانوا عليه بيان الله كأنه يقول له إرجعوا إلى جهودكم الشخصية التي بذلتموها إن كانت لكم جهود كجهود الآخرين بذلتموها في سبيل حضارة فارجعوا إليها إن كانت لكم أتعاب بذلتموها وعرق صببتموه في سبيل قوة مجهد حضارة ارجعوا إلى ترافكم السابق تفضلوا ويترجعوا هذه الأمة لتنظر فتجد أنها لا تملك ماضي إطلاق في حين أن الأمة من الأخرى تملك لا تملك ماضيا عندما تتبرم الأمة العربية من الإسلام فاعلموا أيها السادة والسيدات أن قانون الله وأن سنته في كتابه يقولان لهذه الأمة ارجعوا إلى ماضيكم وماضي الأمة العربية كما تعرفون لأن الذي رفع لها شأنا هو الإسلام ولأن الذي نعم فجر لها قوة هو الإسلام ولأن الذي وحد شملها هو الإسلام ولأن الذي أعزها هو الإسلام على خلاف الأمم الأخرى الأمم الأخرى عريقات بذلت والله عز وجل طبق عليها قانونه كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فإذا تبرمت هذه الأم اليوم بالدين ولم تعد تحب أن تلتزم أكثر مما التزمت تريد أن تستبدل تغير تبدل أقول الكثرة الكاثرة والقانون الرباني وهذه أيضا صنة إلهية دائما والتقو فتنة لا تصبن الذين ظلموا منكم خاصة يقول لنا بيان الله حسنا طيب هاتوا التاج الذي أعزكم ارجعوا إلى ذخركم ميراثكم هل لكم من ذخر ارجعوا إليه ليس لهذه الأمة ويا للأسف ذخر إلا ذخر الإسلام لذلك أصاب هذه الأمة ما أصابها نعم وانتم تلاحظون إذا ليس هنالك من حجة لمن يقول فلماذا يتمتع الآخرون أيضا بهذه النعم ورغد العيش والوحدة والقوة في حين أنهم لا علاقة لهم بالإسلام أبدا نقول صدقت عليهم سنة أخرى من سنن رب العالمي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ويصدقوها ليكم أيضا هذا القانون لكن ليس لكم ماض تليد ليس لكم شيء ليست لكم دعائم رفعتموها لأمجاد تتمتعون بها إنما هو الإسلام فقط فإذا تركتم لابد أن تعودوا إلى شأنكم أظن أن هذا الكلام فيه إجابة كافية لمن يطرح هذا السؤال دعوني أيها الإخوة أضرب لكم مثلا أسرة منكوبة فقيرة تعيش في العراء مر بها رجل شهم كريم غني جدا نظر فأمضه شأن هذه الأسرة وأشفق عليها ورق قلبه من أجلها فاستنهضها من هذا المكان وأنزلها هذا الرجل في دار كبيرة واسعة تحيط بها حديقة مؤثثة فيها كل ما تشتهيه الأنفس أكرم هذه الأسرة بهذه الدار وأجرى على هذه الأسرة جراية مالية كل شهر كل شهر بالقدر الذي يكفيها ويمتعها استمرت هذه الأسرة على هذه الحال وهي تتقلب في رغد من العيش ونعيم لم تكن تحلم به فجأة دون تعب ودون جهد أشهرا ثم عاما ثم عامين ثم ثلاثة أعوام استبد بها السكر شعرت بما يشعر به الغني عندما يشعر أنه لم يعد محتاجا إلى أحد إن الإنسان اللي يطقى أن رأاه استغنى أصبحت تشعر بالكبرياء بدأت بدأت تسيء إلى هذا الإنسان الذي أكرمه بدأت تتجاهله بدأت تعرض عنه وتستخف بشأنه صبر هذا الرجل مد من الزمن ثم صبر ثم صبر وإذا بهذه الأسرة تزداد إساءة إليه إعراضا عنه ما الشيء الطبيعي المتوقع شيء الطبيعي أن يأتي هذا الإنسان فيطرق باب هؤلاء الجماعة يقول لرب الأسرة أما وقد أعلنتم عن يعني استغنائكم عني وتنكركم لجميلي فأنا أطلب منكم أن تخرجوا من هذه الدار إلى أي مكان تملكونه خرجوا إلى أين يخرجون أيها السادة والسيدات إلى العراء الذي كانوا فيه أليس كذلك فإن قال رب الأسرة ولكن لماذا لا تخرج أصحاب هذه الدور الأخرى وتطلب مننا فقط أن نترك هذه الدارة ونخرج منها أليس الجواب واضحا أيها السادة والسيدات يقول لهم هؤلاء بنوا بيوتهم بأتعابه كل واحد منهم بنى داره بعرق جبينه ليس لي من حق أن أخرجه أما أنتم فلا عرقتهم ولا تعبتم ولا بذلتم أي جهد انتقلتم فجأة من العراء المهلك إلى هذه الدار المنعشة المسعدة هكذا كان شأنك ولذا في المنطق يقول ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ارجعوا إلى شأنكم سابقا هذا المثل ينطبق تماما كل الانطباق أيها السادة والسيدات على ماذا؟ على واقع الأم العربي الأم العربية اليوم تعيد سيرة هذه الأسرة الإنسانية وهذا يذكرني بكلام عجيب بحكمة رائعة تفجرت من عقل عمر بن الخطاب يوم قال لي أبي عبيدة وكان على مشارف الشام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله وهذا الكلام أحسب أن له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في حلقة آتية وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته